الحمى القلعية الوباء الزاحف وسريع الانتشار يضرب أكثر من 19 ولاية بالجزائر ينتقل في فترة وجيزة لا تتعدى الـ 15 يوماً منذ تسجيل أول حالة في ولاية الصيف في 25 جولي الماضي من الجهة الشرقية للبلاد إلى الغربية منها رغم الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل السلطات فهل السبب في عدم التحكم في الوباء يرجع إلى عدم جدية السلطات في تطبيق إجراءاتها أم إلى الموالين الذين لا يلتزمون بهذه الإجراءات وصول الوباء إلى مشارف ولاية غليزان وارتفاع عدد الأبقار التي تم ذبحها إلى أكثر من ألف أقل من أسبوعين زادت مخاوف الموالين ومنتجي الحليب وبائعي اللحوم الحمراء في ظل نقص فادح في اللقاح وبالعودة إلى وقع المرض بالجزائر فإنه لم تفلح لا تعليمات الحكومة للولاة لغلق الأسواق ولا القرارات التي وجهتها مديرية الأمن والدرك الوطنيين لمديريتهم الولائية لمنع نقل الأبقار والمواشي دون إذن من البياطرة من الحد من انتشار السريع للوباء الذي انتقل من الشرق إلى الغرب تساؤلات تطرح بقوة عن أسباب اشتياح الوباء للوطن رغم حملة التلقيح السنوية التي تنتهجها سلطات منذ سنوات والتي مست إلى غاية مارس الماضي فقط أزيد من 850 ألف رأس وهل مجرد تنقل بعض الحالات من الحدود التونسية إلى الصيف قد أخلقت أوراق المصالح الفلاحية أم هي مسألة تراخ في مكافحة الوباء عجلت بإعلان حالة طوارئ الخسر الأول فيها الموال والمستهلك على حد سواء ترجمة نانسي قنقر